سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أدى جموع المصلين صلاة عيد الأطحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وقد ضاقت ساحات المسجد الحرام بديوف الرحمن الذين استمعوا إلى خطبة العيد من إمام وخطيب المسجد الشيخ ماهر المعيقلي والتي شدد فيها على أن الإسلام هو دين السلام وفي المدينة المنورة أدى المصلون صلاة العيد في المسجد النبوي الشريف حيث أم المصلين إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد المحسن القاسم إلى القدس المحتلة حيث توافد الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى المبارك وهناك كانت للعيد نكهة خاصة هذا العام بعد إجبار الاحتلال على إزالة إجراءاته الأمنية التي حاول فرضها على المسجد الأقصى في تموز الماضي في الدفاة الغربية المحتلة أمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد صلاة العيد في مقر رئاسة برام الله بأن يحل العيد المقبل وقد تحررت مدينة القدس من الاحتلال وعاد المعتقلون إلى بيوتهم أما في قطاع غزة فأدى ألف المواطنين صلاة العيد في العراء في الساحات العامة والملاعب والحدائق واستأجواء من الفرح على الرغم من الحصار الخانق المفروض على غزة المصريون تقاطروا إلى المساجد لأداء صلاة العيد في منضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المصلين في مسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية بمحافظة الإسكندرية السيسي أجر اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تمنى خلاله للمملكة حكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء تحت قيادة العاهل السعودي أما رئيس النظام السوري بشار الأسد فأدى صلاة العيد في جامع سيدنا بلال بمدينة قارا بريف دمشق غرب القلمون المشاورة للحدود اللبنانية في العاصمة الليبية ترابلوس لم يختلف المشهد حيث تقاطر المصلون إلى المساجد لأحياء أول أيام العيد وفي أفغانستان تمنى الرئيس الشفغني الأمن والسلام لبلاده وذلك بعد أداء صلاة العيد في القصر الرئاسي بكابل وفي اندونيسيا توافد الملايين إلى مساجد العاصمة جاكارتا التي اكتذت بالمصلين والطر العديد منهم إلى إداء صلاتهم على الأرصفة وفي الطرقات وفيما كان ملايين المسلمين يحتفلون بالعيد تولت رسائل التهنئة من العالم وأبرزها من وزير الخارجية الأمريكية راكس تيلرسون الذي ختم بيانه بعبارة عيد مبارك وحج مضرور باللغات العربية بدورها هنأت رئيسة الحكومة البريطانية ريزمي المسلمين بحلول عيد الأطحى المبارك وأقدمت الصلاة خصوصا على نية أولئك الذين يحتفلون بهذه المناسبة في مناطق تعاني من الصراع وعدم الاستقرار